تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تعزية من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الصديقة أعرب فيها فخامته عن خالص تعزيه وصادق مواساته لسموه رعاه الله بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه متمنيا معاليه لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية لفخامته ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق مشاعر التعاطف والمواسات بهذا المصاب الجلل راجيا سموه لفخامته موفور الصحة وتمام العافية